بعد إحنا مهلنا الدولة مهلنا الدولة 35 يوم إنتوا لو تتخذون القصاص العادل بهؤلاء المجرمين لو إحنا سيكون لنا رأي آخر إحنا قبيلة العزة حشدت القبيلة من شمال العراق إلى جنوبه سيكون لنا كلام آخر ونحن أين عم؟ من قرية البوبالي المجاورة لقرية تشيائلة في قضاء الخامس دخلوا عليهم مجموعة من المسلحين وباشروا بإطلاق النار على كل الناس يعني النساء والأطفال والرجال العزة زين ومنطقة تشيائلة معروف عند القوات الأمنية وعند القيادات هي منطقة من زوعة السلاح تماما باشروا بإطلاق النار الغرص شنو الغاية شنو ما تعرف والحصيلة عشر شهداء من قبيلة العزة النساء وأطفال ورجال الكتال أمنيا الكتال أمنيا هذا السؤال الآن يا أستاذ نجيم أريد أسأله للجهات التحقيقية عندما صار الحادث وهجمت هذه المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون أخذوا واحد أسير وياهم أسير من قبيلة العزة وثلاثة منهم عندما انسحبوا يرجعون العربهم ثلاثة من الجنات المنفذين للجريمة واحد صديقة ضربه طلق بالغلط وتصوب واثنين انقلبوا بالماطور بالدراجة النارية وتكسروا وتم القاء القبض عليهم زين فإحنا نسأل الجهات التحقيقية ذول منهم المن تابعين من وراءهم ليسوا وهيش نحن عن نفسنا كقبيلة العزة والشعب العراقي وكل شخص سمع بمجزرة تشيائلة يسأل من وراء هؤلاء واليوم نرى تقصير واضح وغير قابل للمجاملة من الجهد الاستخبارات في محافظة ديالي شيخ علي الثلاثة ذولة الآن شيخ محمد شيخ محمد بيك البركة الثلاثة الآن ذولة في قفضة الدولة الكلاثة ذولة في قفضة الدولة وصار لهم من يوم الحادث إلى الآن هم في قفضة الدولة والباقين هم أحرار طلقاء لحد الآن ما تم القال القبض عليهم وأنا دا أجيك بالموضوع عندما صار الهجوم أخذوا أسير من قبيلة العزة أخذوا إلى عربهم إلى قرية البوبالي صار اتصالات معهم يابجيبوا الأسير سلموا الأسير قالوا له هس نجيب لكم الأسير دزوا منحور نحرا مذبوح يعني ذابحي نحرا فهذا هيتش عمل أي واحد يشاهده شير يدقول هذا عمل إرهابي بحت أبدا ما نسميه غير عمل إرهابي وإحنا في وقته يعني حقيقة الأخوان يعني كان لنا وقفة كقبيلة العزة وقفنا عندما صار التشييع وقفنا في شارع المحافظة وكان معنا الأخ محافظة ديالة والسيد طالب الموسوي محور الحجد الشعبي بديالة والساد النواب مجموعة من الساد النواب للأمانة يعني أنا ما أريد أن أبخس حق واحد وأمطي واحد أكثر من حقه مجموعة من الساد النواب كانوا معنا مشاركين أول بول وباقي النواب ساكتين تماما عن هذا الموضوع لحد ما صار تصعيد لحد ما صار الموضوع وصل يعني وصل إلى أبعاد أخرى يلا سمعناهم تكلموا وقالوا يا بحنا شيخنا 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 شخص زين حسب ما وصلتنا المعلومة أنه انقتل في مضيفة فعاد هي انقتل في مضيفة في مكان آخر ما نعرف بس إحنا اللي نعرفه أنه أسماء الجنات المنفذين المنفذين لهذه المجزرة معروفين من قبل الشركاءهم يعني اللي قتلك اللزموا ومعروفين من قبل المصاب العزاوي اللي لحد الآن هو عايش واعترف عليهم بالاسم كل واحد باسمه شيخ محمد نعم احنا ولد عشائر نعم أنت من عدنا عدهن أنت من تعرف الفيار تعرف السبب أنت فيارك باروف أطلاب تكوية الببالي عشائرية سياسية تجارية مالية اش عده وياك لأن ما ما أقوله جريمة أبدا زين اش أبدا نعم احنا نعم احنا هذه الجريمة حقيقة أنا همارد أرجع على نقطة القادة الأمنيين في ديالة جزء منهم جزء منهم أول ما صار النزاع العشائري عفوا أول ما صار الحادث قالوا أنه هذا نزاع عشائري زين هو شنو نزاع عشائري مفهوم النزاع العشائري أنه قبيلتين يحملون السلاح ويتنازعون متمام زين كيف إذا قبيلة العزة ابناء تشيائلة عزل ومجردين من السلاح بعلم الدولة يعني دائما يكون عليهم حملات تفتيش وما عدهم حتى كسرية الصيد نسميها بالمسمى العامة يعني بندقية الصيد ما عدهم في القرية قرية كاملة خاوية من السلاح تماما أي فكيف يكون مسمى نزاع عشائري وهو وهو الطرف الآخر غير مسلح ما يحمل معه يشتغل الطرف الآخر من هو أكو الظهرة ياهو الدعم أنا أرجع لك على هذه النقطة أنه أقول أن طالب الجهات التحقيقية اللي لازمة ذولة وكذلك إحنا سمعنا خبر قبل يومين بعد زيارة السيد رئيس الوزراء إلى ديالة بلشت حملات كبيرة حقيقة تثلج الصدور يعني للأمانة تثلج الصدور زيل فإحنا نطالب الجهات التحقيقية قلونا ذولة من وراهم نريد نعرف إحنا كنا نريد نعرف من وراهم زيل أي والأخوان يعني كلا بمسمى الناس استنكروا من قبيل تدليم دولة قبيل تدليم قبيلة عريقة استنكروا ورفضوا وتبروا من منفذي هذه الجريمة وقالوا إحنا دولة ما يمثلونه حولوا عدنا وفي تكامل إجي لا إحنا مو حولوا عدنا إحنا ما نرضى بالتحويل إحنا مهلنا الحكومة العراقية حكومة المركزية 35 يوم أنه ترجعون حقوقنا إحنا عدنا ثمان سجناء أبرياء من قبيلة العزة في وقتها الوالد الأمير علي البرهان طالب من السيد رئيس الوزراء بالسجناء الأبرياء وحج جهاد العامري هم كذلك طالب بهم وفي بعدها أطلقوا سراحهم وعدنا اثنين مغيبين قبل الحادث قبل ما زرت تشياء لأخذوهم عشرة الثانية معلومة أماكنهم واثنين مغيبين ما حد يند المكانهم لحد الآن الثمانية طلعوا بعد إحنا مهلنا الدولة مهلنا الدولة 35 يوم أنتوا لو تتخذون القصاص العادل بهؤلاء المجرمين لو إحنا سيكون لنا رأي آخر إحنا قبيلة العزة حشدة القبيلة من شمال العراق إلى جنوبه طيب سيكون لنا كلام آخر ونحن أينها اشتركوا في القناة